مجزو ثالثة أهلا بكم بداية هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عبر حسابه الخاص أبطال الجزائر سكندر عثماني جلال صفية وسيفي نسيمة المتحصلين على ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في الألعاب البرالامبية بباريس حيث جاء في الحساب الخاص للسيد الرئيس كل الشكر والتقدير لكما سكندر عثماني وجلال صفية على الميداليتين ذهبيتين ومبروك كذلك لسيفي نسيمة على الميدالية البرونزية في ألعاب باريس البرالامبية الجزائر فخورة بكم فألف مبروك لكم وللجزائر تحية الجزائر توجه إذن العداء الجزائري سكندر جميل عثماني بالميدالية الذهبية لسباق الأربعمائة متر من فئة تي ثلاثة عشر البطل البارالامبية الجزائري سكندر عثماني حقق زمنا قدره سبع وأربعون ثانية وثلاثة وأربعون جزائر صباح ذهبي مع هذه الميدالية الذهبية لشعب الجزائري الحمد لله ما كنت شراضي كثير على الرقم لكن كما قلنا الأهم هو الحصول على العدد أكبر من الميدالية الذهبية لأن دول هدف الألعاب المهم العودة بالميدالية الذهبية المهم يحصل على مركز الأولى الحمد لله كما قلنا الجو ما كانش مرائم شوية مع هذه الأمطار غزيرة الحمد لله كنت بزاف الإسانسيار كي تكمل لالين المهم جبت الميدالية الذهبية هي الحاجة الأساسية ليجينا على جالها وحمد لله أنا الجزائر وقفت معايا وقفت معايا حكومتين وقفت معايا شعبا وقفت معايا أرضا يمكن هذا أقل شيء نرجعوها ميدالية الذهبية لبلدنا ونفرحوها وفي اختصاص رمي الجلال فئة أف 57 أحرزت صفية جلال الميدالية الذهبية مسجلة رقما قياسيا بارالمبيا جديدا برمية قدرها الجودو الجزائري في يومه الأول من الألعاب البرالمبية عرف دخولا قويا ومشرفا لكل من المصارعين إسحاق والدقويدر في وزن 60 كيلو جراما سنف جي واحد الذي سينافس من أجل الميدالية البرونزية في حين تأهل المصار عبدالقادر بو عامر في وزن 60 كيلو جراما سنف جي اثنين إلى دور النهائي بعد فوزه على كل من المصارعين البرازيلي والأوكراني والأندونيسي في الأدوار السابقة ليضمن بذلك الميدالية الفضية مؤقتا في انتظار استكمال المنافسة أمسية اليوم وإحراز الميدالية الذهبية في هذا الاختصاص خلال مشاركته في القمة الرابعة لمنتدى تعاون الصيني الافريقي في بيكين أكد ممثل الجزائر وزير شؤون الخارجي عطاف وزير شؤون الخارجي والجالي الوطني بالخارج أحمد عطاف التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الافريقية الصينية مشيدا بمبادرة الحزام والطريق كإطار مثمر للتعاون المتوازن والاحترام المتبادل بين الطرفين وأوضح الوزير أن الشراكة تسهم في تعزيز البنى التحدي الافريقية عبر مشاريع مشتركة مثل تشييد السكك الحديدية والموانئ والمطارات مما يعزز النمو الاقتصادية والتكامل الإقليمي كما دع الوزير إلى تركيز على معالجة تحدي التمويل من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية الافريقية والهيئات الصينية مؤكدا تطلع الجزائر لتوسيع تعاونها مع الصين في مشاريع البنية التحتية ذات الطابع الإقليمي لتعزيز الترابط والتبادل بين دول القارة واختتم بالتأكيد على التزام الجزائر بمواصلة دعم الشراكة الافريقية الصينية لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة إلى الحدث الانتخابي حيث تتواصل عملية الاقتراع بالنسبة للبدو الرحل وساكنة المناطق النائية ببلايات جنوب الوطن عبر المكاتب المتنقلة واستظروف تنظيمية محكمة ولليوم الرابع على التوالي تواصل الجالي عبر مختلف دول العالم الادلاء بأصواتها وأداء واجبها الانتخابي حيث تواصل جاليتنا الوطنية المقيمة بتولوز مشاركتها القوية في هذا الاستحقاق الرئاسي الذي تأمل من خلاله أن يفتح لها أفاقا اقتصادية جديدة وهي الأحلام والآمل ذاتها يحملها ابناء الجالية المقيمون بليون في قلوبهم على أمل أن تتحقق عبر سندق الاقتراع التي يتوفدون عليها تباعا والعملية ذاتها متواصلة ببابيون بمونتولي الفرنسية حيث الإقبل لافت لجاليتنا على مكاتب الاقتراع ووسط إقبال مميز تواصل الجالية الجزائرية بكندا الإدلاء بصوتها وأداء واجبها الانتخابي في مشهد يعبر عن التمسك القوي بالوطن الأم وبإسبانيا يؤكد أفراد الجالية المتوفدين على مكاتب الاقتراع المتنقلة وتحديدا بمكتب التصويت المتنقل في مدينة كاستيالا منشا يؤكدون ارتباطهم بالوطن وعزمهم على المساهمة بأصواتهم واختياراتهم في ازدهاره وتقدمه وبالصين انطلقت اليوم عملية التصويت الارئاسية السابع سبتمبر حيث توافد أفراد جاليتنا منذ ساعات الأولى على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والجالية الجزائرية المقيمة في البحرين لم تتوانى هي الأخرى عن أداء واجبها الانتخابي والإدلاء بصوتها حرصا منها على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي في الانشغال الصحي شكل موضوع العناية بصحة الأم أثناء الحمل والولادة محور أشغال اللقاء المنظم تحت شعر من أجل ولادة آمنة وبإشرف وزير القطاع عبدالحق سيحي الذي أكد بالمناسبة أن صحة الأم والطفل تعد إحدى أولويات المنظومة الصحية الوطنية حيث أحرزت الجزائر تقدما هائلا في مجال رعاية الأم والطفل بإنشاء عدة مراكز صحية واستشفائية متخصصة للأمومة والطفولة في القطاع الفلاحي تم اليوم التوقيع على اتفاقية إطار وشراكة بين مؤسستي تطوير الزراعة الاستراتيجية وشركة تسويق المعدات الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتمويل وعصرنة وحدات الانتاج الفلاحي مرسم التوقيع التي أشرف عليها وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة وزير الصناع والانتاج السيدلاني تندرج في إطار تعزيز وتحديث المعدات الفلاحية للاستجابة لمتطلبات المخططات الزراعية المعتمدة من قبل وحدات الانتاج الفلاحي وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصيوني على مناطق متفرقة من قطع غزة حيث يدخل يومه الخامس وثلاثين بعد ثلاثمائة بارتكاب مجازر جديدة وغارات أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين جراء استهدف خيام للنزحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ختم الموجز مشاهدين والعودة إلى الزميلة ليديا بالبحري ومتابعة ما تبقى من برنامج ما بعد المنتصف ترجمة نانسي قنقر